أعلن المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن من المرجح أن يرجع العراق بيع سندات بملياري دولار في الأسواق العالمية حتى مطلع العام 2017 وقال صالح أن العراق ينبغي أن يرى الوضع في سوق النفط فإذا تحسن يمكننا تأجيله قليلا وإن شهدت سوق النفط مزيدا من التدهور فسنضطر للاقتراض مؤكد أن عزم البنك الدولية على منح العراق مليار دولار لدعم موازنة العام المبل